أقدم مجموعة من أغنياء العالم على رحلة سياحية لأعماق المحيط الأطلسي لاستكشاف حطام أشهر سفينة هي تيتانيك الغارقة ولكن تخيل نفسك في مكان مقفل والإمداد والهواء لم يبقى سوى وقت قليل على الانتهاء ولا يوجد اتصال لطلب الإنقاذ إنها رحلتنا للرعب كيف بدأت؟ وأين اختفت الغواصة الخاصة بهم؟ ستعرف الإجابة في هذا الفيديو لغز اختفاء غواصة تيتان لا تنسوا الاشتراك والإعجاب لنستمر بتقديم المزيد بدعمكم ليست طريقة سيئة لمفارقة الحياة كل ما في الأمر سيدخل للركاب في حالة من النوم العميب بسبب شدة البرد لكنه أمر لا نتخيل حدوثه هذه كانت تصريحات بول هنري واحد من الخمس أفراد الذين كانوا على متن الغواصة تيتان لم يكن يعلم أن اختفائها سوف يكون أغرب من الخيال دفع الخمس أفراد تذاكرة تقدر بمائتين وخمسون ألف دولان للإبحار بغواصة اسمها تيتان إلى أعماق المحيط الأطلسي رحلة سياحية لاستكشاف حطام سفينة تيتاني وفي صباح يوم الأحد ثماني عشر يونية الفين وثلاث وعشرون ميلادية تم انطلاق الغواصة تيتان بمساعدة السفينة الكندية بولار برينس على بعد سبعمائة كيلو متر من ساحل نيو فوند لان كان من المخططيان الرحلة سوف تستغرق تسعة ساعات ذهاب وإياب وهذا ما كان يعلمه الضحايا وبدأت في الغواص على عمق ثلاث ألاف وثمانية مائة متر تحت سطح البحر الغواصة تيتان كان عليها خمس ركاب من أغنى أغنياء العالم رجل للأعمال البريطاني هاميشو هاردين ورجل للأعمال الباكستاني البريطاني الجنسية شهزاد داود ويرافقه ابنه وهو في تسع عشر عام وقائد الغواصة ستوكتون راش بولو هنري شغف الأغنياء للمتعة بالمال سيطر عليهم بفكرة الإبحار إلى سفينة تيتان كان أول إبحار للباخرة في عشر أبريل ألف وتسعمائة واثنى عشر من إنجلترا إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي وبعد أربعة أيام من انطلاقها استضمت الباخرة بجبل ثلاجي مما أدى إلى غرقه بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة بعد الاستضام في الساعات الأولى ليوم خمس عشر أبريل ألف وتسعمائة واثنى عشر لا يتبقى منها سوى حطام على عمق كبير تحت سطح المحيط الأطلسي السبب الرئيسي لارتفاع عدد الضحايا يعود لعدم تزويد الباخرة بالعدد الكثي من قوارب النجاة للمسافرين ستظل نهاية السفينة تيتانيك نهاية مأساوية لأضخم باخرة على الإطلاق ويبقى حطامها في الأعماق حتى يومنا هذا تبدأ الرحلة بقفل باب الغواصة تيتان من الخارج بمسامير مخصوصة لا يستطيع أحد فتحها من الداخل تم إنداد الطاقم بها بالطعام والشراب الكفي للمدة وبالهواء الذي يكفي 96 ساعة تقريبا وكانت السفينة بولار التي تساعد الغواصة تتصل بها كليخمس عشر دقيقة للطمئنان عليهم إلى أن توقف الاتصال تمام بعد ساعة ونصف من الإبحار وبالرغم منان الوقت المحدد للرحلة 9 ساعات ذهاب وإيام لم تعطي السفينة بولار إشارة باختفاء الغواصة لخفر السواحل الأمريكي إلا بعد 12 ساعة ومن الغريب أن هناك صديق للضحايا كان سيقوم بالرحلة معهم ولكنه اعتذر في آخر وقت قام بالتصريح أن الغواصة لم تكن على أكمل استعداد للغوص بهذا العم بالإضافة إلى أن التحكم في حركتها من الداخل كانت أشبه بذراع العاب الكمبيوتر والغواصة لا تستطيع الوقوف بها بل الجلوس فقط في بداية البحث عن الغواصة كانت هناك عشر سفن وغواصين ومجموعه من الطائرات وأجهزة السونار تقوم بتمشيط المحيط على مساحة 1970 كيلو متر مربع ولكن كلها فشلت في العثور عليها وذلك لسوء الطقس الشديد وقد تكون الغواصة وصلت إلى عمق كبير يصعب السونار الوصول عليها الغواصة تيتان كانت صغيرة ليست مجهزة لقضاء عدة أيام تحت سطح البحر وخاصة أنها مصنوعة من ألياف الكربون ومعدن التيتانيوم وتتحمل ضغط على عمق معين والخطورة تزداد بزيادة الغوص نذكركم بالاشتراك والإعجاب لنقدم المزيل تم رصد أصوات على عمق كبير لا يصل إليه السونار لرؤية ما إذا كانت الغواصة أم لا حددتها محطة أمريكية قال الباحثين أنها صوت انفجار الغواصة ولكن لم يصرحوا بذلك رسميا حتى يتم العثور على خطام الغواصة تيتان وبعد فترة قصيرة لا تتعدى الساعة تم العثور على خطام الغواصة تيتان وأشلاء الضحايا وهذا يؤكد أنها انفجرت تبعا للأصوات التي تم رصدها وعند ذلك تم إدلاء التصريح من خفر السواحل الأمريكي بانفجار الغواصة تيتان وموت كل ركابها هناك تفسيران لما حدث الأول أن الغواصة تيتان كانت على عمق كبير تحت سطح المحيط الأطلسي ولم يتحمل تصميمها هذا الضغط فتسبب في انفجارها التفسير الثان أن الإمدادات من الهواء قد نفذ مما أدى لموتهم ثم اصطدمت الغواصة بالقاع أو بحطام السفينة تيتان فانفجرت وفي النهاية يتم الآن جمع الأدلة من ناحية باحثيين كنديين وأمريكيين للوقوف على أسباب الحادث الذي أصفر عن وفاة خمسة من أغنياء العالم